فيلم ثقافي ده لما أنا عادت أبص كده وزيزه السكريبت رايتر بتاعنا عادي قلتولي ده إنتاجك أنا ما عاربش إنه إنتاجك إنتاج سامي العادل وملك الشركة العربية بس هو حبيب اللي كان عنده الدماغ يعني قلتولي يا ابني اسمعي رانيا حسين اللي عندنا في الفيلم مايرابطش صوريت كان اسمك ساعتها لسه رانيا حسين صح؟ مظبوط اللي سماكي روب يوسف شهين ليه با؟ قال لي بصي أنا عايزة غير اسمك عمله اسم فني قلتولي ليه؟ فقال لي فيه رانيا كتير فيه رانيا فريد شوئي فيه رانيا يوسف للوقتي مش عارفة إيه لا أنا عايزين اسم فني فقلتولي طب إيه؟ هتسميني إيه يعني؟ قال لي لسي بينا فكر يومين وبعدين ها فكرت قال لي آه صحر لا أحرم عني صحر لا فبعدين صحر طب روبي أولترو ها حلو روبي ها ها لفت فتر اتكتبتي في الفيلم روبي اه طيب ما حصلش غنى في الفيلم انت قاعدة بقى جنب لطيفة غنتي؟ لا خالص ايو قاعدة جنب لطيفة اه لا محدش كان يعرف ان انا بغني يعني اذا ما فيش علاقة يعني قرارك انك تغني مالوش دعوة بسكوت حنصاو لا 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 انا بحب الشرايط من وان صغيرة واحب لانا من وان طفلة شريت كوتوموتو يا حلوة يا بطة واز أزكابوريا انا بحب المزيكة جدا ودرجة ان انا بعيد الاغنية ستين مرة مثلا عيدها ستين مرة ولما زهق منها عارفا ما تزنق الكاسد بعود كبريت عشان تسرع الاغنية فاسمعها بطريقة مختلفة فبدل ما تقول كوتوموتو يا حلوة كوتوموتو يا عشان اسمعها بطريقة مختلفة بصوا الاختراع عود كبريت في لفة الشريت نفسو في البلاي اه اما احنا يعيني كنا بنغزل والله العظيم بحاجات غريبة رجل مين مش عارفة